اصدر القضاء التايلندي الاثنين حكماً بالسجن عامين ونصف العام عن نفاذ في حق شابين تايلنديين متهمين بإهانة الذات الملكية من خلال مسرحية في فصل جديد من القمع الذي يمارسه المجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب يار مايو 2014 باسم حماية الملك وقد تم عرض مسرحية خطيبة الذئب في تشرين الأول أكتوبر 2013 في قاعة المسرح التابعة لجامعة الثماسات المرموقة في بانكوك لمناسبة الذكرى السنوية الأربعين للثورة الطالبية التي واجهها الجيش بقمع دام ويلاحق ستة فنانين آخرين من الفرقة المسرحية الملتزمة براكاي فاي أي إضرام النار بالتايلندية بينهم اثنان على الأقل اختارا المنفى لينضمه إلى مجموعة كبيرة من المثقفين المنفيين المعاردين للنظام العسكري وينص قانون إهانة الذات الملكية بالسجن حتى 15 عاماً لأي شخص تتم إدانته بهذه التهمة في حال إهانة الملك أو زوجته أو سلالته أو حتى أسلافه